طيب نروح لمو صلاح أنا قلت لكم برح على لا مش قلت لكم برح أنا قلت لكم من كذا يوم اللي بيتابعونا اللي بيتابعوه السادسة عارفين أنا أتكلمت معاكم من كذا يوم على أنه قصة صلاح والإغراءات والقنوات اللي مفتوحة للتواصل مع محمد صلاح في محاولة لإغراءه باللعب الموسم ده في السعودية وقلت لكم تحديداً اتحاد جداً وأنه فيه كلام كتير جداً أنه ومبارح قلت أنه على قيمة الأندية السعودية اللي بشوف لو نجح الأشقاء في السعودية في إقناحهم بالانتقال للدولي السعودي هتبقى ضربة قاسمة لمين؟ اللي أهم وأقوى دولي في العالم الدولي الإنجليزي ليه؟ لأنه الأندية الإنجليزية بتستهدف صلاح وديبروينا وإذا لم تنجح المفاوضات مع صلاح وديبروينا الموسم الحالي فهم بالتأكيد على رأس القيمة المطلوبة للانتقال للعب في الدولي السعودي في مركاته 24 يعني بعد انتهاء الموسم ده قولاً واحداً صلاح وديبروينا احتمالية انتقالهم للدولي السعودي هتكون كبيرة جداً نهاردة الحقيقة وكيل محمد صلاح يمكن في تغريدة أو تويتر على تويتر اتكلم على أنه قصة التواجد محمد صلاح مع ليفر بول الموسم ده مش محل شك وإنه إذا كان فيه رغبة إذا كان فيه رغبة فيه الانتقال أو ترك صفوف ليفر بول فما كانش من الأولى أن احنا نوقع مع ليفر بول خلال الصيف اللي فات مباشرة وإنه صلاح باقي في ليفر بول وأعتقد أنه صلاح إن أجلاً أو عجلاً واحد من النجوم اللي هتلعب في الدولي السعودي ده هيحصل إمتى أنا معرفش يعني طبعاً لا أملك أن أنا أعرف أو أقرى الغيب لكن أعتقد أنه اللي حصل في السعودية السنة دي مش هيعدي أو مش هيمر مرور الكرام وتوقعوا أن الدولي السعودي كمان موسم أو اتنين بالكتير قوي هيكون منافس للدوليات الأوروبية الكبرى ما زالت الصفقات بتتوالى أسماء كبيرة جداً كانت مرشحة بالمناسبة عشان القصة اتدت في الأول بأنه اللي هيبطل اللي هيبطل كرة في أوروبا هيروح يلعب في السعودية ثم مع الوقت تحولت أنه النجوم اللي معروض عليهم أنه هم يلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية بقوا بيفضلوا أنه هم يمضوا عقود مع أندية سعودية وده حصل مع أسماء كتيرة جداً طلقت بالفعل عروض أنها تلعب في أندية كبيرة يعني فرمينيو مثلاً كان فيه رغبة من باشرونة في أنه يلعب معهم الموسم اللي جاي لكنه فضل الأهلي السعودي وكتير من الأسماء مش بس فرمينيو بنزيمة لو بيفكر أن يسيب بريال مدريد كان ممكن جداً جداً يروح أندية كتير قوي في الدولة الإنجليزية يعني هقولك تشيلسي واحد من الأسماء اللي كانت مرشحة توترهام واحد من الأسماء المرشحة وغيرها أندية كتير جداً في إنجلترا تحلم بأنه بنزيمة يكون موجود في صفوفهم الموسم ده ومتأكدين أنه هو في الدولة الإنجليزية يكون ليه مردود كبير جداً ولكن في النهاية فضل أنه يروح الدولة الإنجليزية على كل الأحوال أنا أتمنى أنه صلاح يفنش في ليفربول يعني ما أتمناش أبداً أنا عارف أنه قصة المادة صعبة على أي حد أن يرفضها يعني كريسيانو رونالدو بلغ من المجد أقصى يعني لعب في كل الأندية كبير لعب في كل الدوريات لعب في الدوري الأسباني لعب في الدوري الإنجليزي لعب في الدوري الإنجليزي مع مين؟ مع ريال مادريد لعب في الدوري الإنجليزي مع مين؟ مع المان يونيتد لعب في الدوري الإيطالي مع مين؟ مع اليوفنتس حقق بطولة أمم أوروبا مع البرتغال خمسة كرة زهبية خمسة أفضل لعب على مستوى العالم بالتأكيد على مستوى الطموح ده حد حق كل حاجة في الكورة يعني ما فيش حاجة كتنقصاغل انه يفوز بكاس العالم على مستوى المادة بتتكلم على سياق السيفن يعني ساروخ مديرا بتتكلم على واحد من اعلى اصحاب الدخل في الرياضة على مستوى العالم لاثنين واثنين طويلة فالمادة عمرها متزغل العينية زي ما احنا بنقول كده مهما كان المقابل المادي لواحد زي كريستان ورونالدو لكنه قرر في النهاية بحزبته انه يلعب في السعودية احسن ما يلعب في مكان تاني